طبعا فيه خطة شاملة واخد جميع عناصر الامتاج الزراعي في مصر فزي ما قلت سأتك على هذا الاساس بشوف احتاجاتي من الاعلاف احتاجاتنا من الحبوب احتاجاتنا من اللحوم احتاجاتنا من السكر احتاجاتنا من السلع المختلفة فضوء الموارد المتاحة عندي اصلا ارض اميها راي بعمل خريطة معينة ان انا فضوء اقول الله عظيم اهزر على السنة دي قد كده امح قد كده بنجر وهكذا عظيم جدا المساحة المزروعة في مصر وصلت قد دي دلوقتي هي العام اللي احنا فيه حاليا وصلت الحمد لله تسعة وثمانية من عشرة وان شاء الله الموسم القادم بازن الله تسعة وثمانية من عشرة ايه مليون فدان مليون فدان اه الموسم القادم ان شاء الله هنبتل زراعته يعني كمان شهر كده بإذن الله بالكثير عن شهرين هتبقى ان شاء الله مسادفين نوصل عشرة مليون فدان عظيم احنا زدنا عن السنة اللي فات اكيد طبعا احنا العام اللي الماضي كنا حواليا تسعة وسبعة من عشرة فاحنا هذا العام ان شاء الله وصلنا تسعة وثمانية والعام القادم ان شاء الله مصل لهم يعني فيه فيه مئة الف فدان طبعا اضافتهم هذا العام اه السنة اللي ان شاء الله يتم اضافة متين الف حد قدنى هذا العام وان شاء الله بقى فيه اكتر كمان لنتيجة المشروعات القومية الكبرى اللي احنا شغالين فيها في سطح الاراضي زي مستقبل مصر زي توشكة الخيل زي شرق العينات زي مشروع الملون نصف الملون فدان كده زي مشروعات قرامية بيتم استصلاح فيها أراضي جديدة باستمراض ويتم التوسع في زراعتها فده إن شاء الله بتضيف رقعة جديدة للأراضي الزراعية وإن شاء الله نوصل يعني لعشرة ملون فدان هذا العام ومسادفين يعني على عام خمسة وعشرين نوصل يعني مسحاب أكتر من كده وعام ثلاثين إن شاء الله ممكن نوصل تشعر ملون فدان عام عشرين ترتين إن شاء الله اشتركوا في القناة